موسيقى رئيس مجلس القيادة يستقبل سفير الولايات المتحدة الامريكية اللواء الزبيدي حماية الملاحة في البحر الاحمر وباب المندن مسؤولية العالم اجمع موسيقى ولم لس يناقش برنامج السلطة المحلية بمديرية التواهي في عدد ويطلع على عمل الجهاز المركزي للإحصار موسيقى نتابع ايضا محافظ حضرموت يستقبل قائد قوات الدعم والاسناد بالمملكة العربية السعودية موسيقى من مبنى تلفزيون حضرموت بالمكلة نرحب بكم في نشرة العاشرة والبداية مع قبر فخمة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرياسية الذي استقبل اليوم سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى اليمن ستيفن فادن اللقاء تطرق إلى التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين ومستجدات الوضع اليمني والمساعي الأممية لإطلاق عملية سياسية شاملة تضمن إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة بناء على الجهود الحميدة للأشقة في المملكة العربية السعودية والمرجعيات المتفقة عليها وطنيا وأقليبيا ودوليا كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والحرب الإسرائيلية الوحشية ضد الشعب الفلسطيني وتداعياتها الكارثية على السلم والأمن الدوليين بما في ذلك عسكرة الميليشيات الحوثية للبحر الأحمر وتهديد حرية الملاحة الدولية وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسية التزام المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل والعادل ودعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل إنهاء المعاناة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وذكر فخامته بالتعانط المستمر من قبل الميليشيات الحوثية إزاء مساعي السلام بما في ذلك رفضها المبادرات كافة لرفع رواتب موظفية القطاع العامة واستمرار انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان وتصعيدها الحربي على مختلف الجبهات فضلا عن هجماتها الإرهابية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية ما يستدعي اتخاذ مواقف دولية حازمة قال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواعي دروس قاسم الزبيدي إن مواجهة التصايد الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب بات اليوم يمثل مهمة دولية كون هذا الممر المائي يمثل أهمية كبرى ليس لذيمن فقط وإنما لدول العالم أجمع حيث تمر عبره نسبة كبيرة من والدات العالم من الغذاء والوقود والدوار وأضاف الزبيدي في الحلقة النقاشية بعنوان صراع الشرق الأوسط ما نهاية اللحبة المنعقدات من الفعاليات النقاشية في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يحتضنه منتج عدفوس بيسويسرا الصراع في المنطقة سيستمر طالما لا توجد إجراءات رادعة للتهديدات الحوثية شيرا إلى أن بقاء هذه الميليشيات على قيد الحياة يعني بقاء هذا الجزء من العالم منطقة صراع وتطرق نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال الحلقة النقاشية إلى التطورات التي تشهدها بلادنا وفي مقدمتها التصعيد الحوثي ضد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندل وأكدا أن الهجمات الحوثية ضاعفت وستضاعف من معاناة المواطنين المعيشية ومصاعب البلاد الاقتصادية خصوصا وأن بلادنا تعتمد بشكل شبه كلي على الوالدات التي تصلها عبر البحر عبر وسائل نقل مستأجرة من شركات دولية وأشار اللواء الزبيدي إلى أن الميليشية الحوثية تحاول أن تغطي على جرائمها ومبارساتها غير الإنسانية لحق الشعب اليمني عبر إدعائها نصرة الشعب الفلسطيني والسكان في قطاع غزة وأكد في ختام الحلقة التي خصصت لمناقشة الصراع العربية الإسرائيلية والحلول التي يراها لحل قضية فلسطين أكد ضرورة إقامة دولة فلسطينية وفقا للمبادرة العربية التي قدمها الملك السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز ووفقا لمبدأ حل الدولتين بحدود العام 1967 التقناء برئيس مجلس القيادة الرئاسية اللواء دروس الزبيدي اليوم على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بمدينة دافوس السويسرية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البداوي اللقاء جرى خلاله مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية في بلادنا والمنطقة في ظل التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب واستعراض آخر المستجدات المتعلقة بالعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن وثمن نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية الجهود التي تبدلها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتعزيز الأمن والاستقرار أعربت بلادنا عن إدانتها بأشد العبارات العدوان الإيرانية الجبان على جمهورية العراق الشقيق وقصفها بالصواريخ البريستية مدينة إربيل في إقليم كردستان الذي تسبب في سقوط ضحايا من المدنيين ووقوع أضرار من الممتلكات العامة والخاصة وزارة الخارجية أكدت في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبع نسخة منه إن هذا العدوان يستهدف سيادة العراق وأمنه واستقراره مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف بحزم تجاه الاعتداءات الإيرانية كما أكد البيان تضامنا بلادنا الكامل مع جمهورية العراق الشقيقة لما يتخذه من إجراءات في مواجهة الأعمال العدائية الإيرانية للحفاظ على أمنه واستقراره وحماية مواطنين وقدما التعازي والمؤساة لأسر الضحايا راجيا الشفاء العاجل للجرحة ترأست بلادنا اليوم اجتماع مجلس جامعة الدول الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقدي عبر تقنية الاتصال المرئي لدعم جمهورية الصومال الفدرالية في مواجهة الاعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها وتطرق وزير الخارجية وشؤون المغتربين رئيس الجلسة الدكتور أحمد بن مبارك إلى متانة العلاقات الوطيدة وتاريخيتها بين بلادنا والصومال وأكدا أن وحدة جمهورية الصومال الفدرالية واستقرارها وسيادتها على كامل ترابها الوطنية يخدم المصالح اليمنية والإقليمية على حد سوى وشدد بن مبارك على ضرورة الالتزام بمبادئ حسن الجوار وتغليب الحكمة لمنع زيادة التوتر والنزاعات مؤكدا أهمية العمل لكل ما من شأنه المحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك اليوم مع سفيرة فرنسا لذا اليمن تاتريكا مونغورم العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها ومستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية وآفاق السلام في اليمن وتطرق الجانبان إلى سبل تحسين العمل الإنساني في اليمن ودعم مؤسسات الدولة وبناء القدرات واحتياجات الحكومة اليمنية لمواجهة مختلف التحديات إلى ذلك بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك اليوم مع نائبي وزير الخارجية الهولندي مارسيل جاكو ديفينيكا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتطورات الأوضاع في اليمن والمنطقة استعرض اللقاء مجالات التعاون الثنائي والدعم المطلوب تقديمه للحكومة اليمنية والأحداث والتطورات في البحر الأحمر كما تطرق اللقاء إلى ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وندد وزير الخارجية بالجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع ناقش اجتماع عقد اليوم في العاصمة الموقتة عدم برئاسة وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول وضم نائب الوزير سالم الوالي والوكلاء المعنيين بالوزارة خطط عمل الوزارة للعام الجاري الوزير الأشول أكد أن خطط الوزارة للعام الجاري تركز على مواصلة الارتقاء بعمل مختلف القطاعات وتفعيل إدارة المراجعة الداخلية والحرص على تأهيل الموظفين كافة بالشراكة مع القطاع الخاص وتدريبهم ورفع كفاءتهم وتفعيل الدور المحوري في تنمية الاقتصاد الوطني وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن الوزارة تتابع بخطة حفيثة أنشاء المعهد الصناعي التجاري وما يعول عليه في تأهيل كوادر القطاعين العام والخاص وكذا إنشاء جمعية المحاسبين القانونيين شيدا بالجهود المبذولة خلال العام المنصر ومشددا على مضاعفة الجهود خلال العام الجاري للارتقاء بمستوى الخدمات والنهوض بالعمل المؤسسي وفق التوجهات الحكومية والمسارات والخطط المدروسة نقش وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس اليوم مع قيادة السلطة المحلية في مديرية التواهي برنامج السلطة المحلية بالمديرية للعام الجديد وجملة الاحتياجات والمتطلبات العاجلة لمعالجة القضايا المتعلقة بالإيرادات وقطاعات السياحة والتعليم والصحة المحافظ لملس شدد على ضرورة مضاعفة العمل الميداني لخدمة المجتمع والمضيق قدما نحو الارتخاب بمدينة التواهي ومكانتها السياحية مؤكدا أهمية العمل المشترك والجماعي والاستجابة لقضايا المجتمع ومعالجة إشكالية المواطنين وذلك من خلال مضاعفة العمل الميداني والعمل بمسؤولية مع كل الشكاوى التي تصل إلى قيادة المديرية وفي سياق آخر اطلع وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس على مستوى سير العمل بالجهاز المركزي للإحصاء واستمع من رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الدكتور صفا معطي إلى شرح وافن عن أنشطة الجهاز وآليات العمل المتبعة مستوى التطور والتقدم الحاصل في عمل الجهاز واكدا دعم السلطة المحلية للجهاز المركزي للإحصاء وتعزيز جهوده التطويرية بما يخدم التخطيط والتنمية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة عامة رفع محافظ حضر موت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي أصدق التعازي وعظيم المواسات إلى عضو مجلس الشورى الأستاذ سالم أحمد الخنبشي في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى خاله الشخصية الاجتماعية الأستاذ سالم عمر باقعر الخنبشي وتقدم المحافظ بالتعازي إلى أسرة الفقيد وذويه وآل الخنبشي كافة مبتهلا إلى المولى تعالى بأن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان رفع محافظ حضر موت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي أصدق التعازي وعظيم المواسات في وفاة عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة حضر موت الأستاذ صالح كرام عمير الذي وفته المنية اليوم بالمملكة الأردورية الهاشمية إثرى مرض عضال وأشار المحافظ إلى جهود الفقيد وإسهماته مع زملائه في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة حضر موت في تنمية التجارة وتعزيزها بما في ذلك المشاريع المتوسطة والصغيرة وتعزيز التعاون بين غرفة تجارة وصناعة حضر موت والغرفة التجارية بالدول الشقيقة والصديقة وابتهي لنين المولى تعالى أن يشمله بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ودويه الصبر والسلوان استقبل محافظ حضر موت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي بالمكلة قائد قوات الدعم والإسناد بالمملكة العربية السعودية لتحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء سلطان عبدالله البقمي محافظ حضر موت نقش مع اللواء الركن سلطان البقمي الوضع الأمني والإجراءات والتدابير اللازمة لتعزيز الأمن بالمحافظة بحضور الأمين العام للمجلس المحلي بحضر موت صالح عبدالعنقي ووكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عامر سعيد العامري وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب صعيد برجاش وأكد اللواء سلطان البقمي وصلت دعم المملكة جهود تعزيز الأمن والتنمية في حضر موت والوطن وأثنى محافظ حضر موت على الجهود الأخوية الصادقة والتضحية التي بذلها التحالف العربي خاصة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والوقوف إلى جانب شعبنا في معركته المصيرية ضد أدوات إيران في اليمن ميليشيا الحوثية الإنقلابية وجهود إعادة الإعمار ودعم التنمية التقى محافظ حضر موت الأستاذ مبخوت مبارك من ماضي اليوم بالمكلة فريق تحسين الوصول للعدالة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية يو ان دي بي برئاسة السيد ايم وون هيوك مدير المشروع واستمع المحافظ من مدير المشروع إلى أهدافه لتمكين المرأة ومساندة الالتزام بالسعي لزيادة معدلات مشاركة النساء ودعم الأكثر احتياجا ودراسة حشد مداخلات لتحسين سبل كسب العيش والحماية وأشهد مدير المشروع الكوري إيم وان هيوك باهتمام قيادة السلطة المحلية بحضر موت بالمرأة وإشراكها في مناصب صنع القرار بالمرافق الإدارية كما أثنى على مستوى الوعي والالتزام بالنظام والقانون في حضر موت واصفان المجتمع في حضر موت بالواعي والجانحة للسلام ورحب المحافظ بن ماضي بتنفيذ المشروع في حضر موت مؤكدا اهتمام السلطة المحلية بتمكين المرأة واسهامها في عملية البناء والتنمية مشيرا إلى أن حضر موت تمتلك قيادات نسوية ذات خبرات وكفاءات إدارية ومهنية تمكنها من الاسهام في عملية البناء والتنمية وجها بتقديم التسهيلات لضمان نجاح المشروع بحث لقاء عقدة في العاصمة المواقعة عدن اليوم ضم نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي ونائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبدربو المحولي وممثلة المفوضية السامية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن مايا مار أتونغا بحث دعم الشركة الوطنية لصناعة الألمونيوم وتأهيلها في عدن واستمع الوالي والمحولي وماتونغا من رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها العام إبراهيم عبدو إلى شرح مفصل حول وضع الشركة والمصنع التابع لها وتحديات التي تواجه سير العمل وحاجة المصنع إلى الدعم والتأهيل للارتقاء بمستوى عمله وتقديمه خدمات أفضل وأشهد الوالي والمحولي بجهود إدارة الشركة ومنتسبيها كافة في أداء مهام عملهم وتسويق المنتجات الوطنية رغم التحديات التي تواجه سير العمل وأكدين أن دعم المفوضية السامية للشركة والمصنع سيسهم استيعاب العديد من الخرجين المهنيين وتعزيز الإنتاج في المصنع منوهين بدعم المفوضية السامية لعدد من المشاريع الحيوية التي من شأنها الإسهام بتعزيز التنمية الاقتصادية واختتمت اليوم بالمكلة أعمال ورشة التماسك الاجتماعي لهيئة السلم المجتمعي في جلسة استماع لقضايا النازحين بالمدينة بتنفيذ المعهد الوطني الديمقراطي NDI بتمويل من اليونيبث وفي ختام الورشة أكد وكيل محافظة حضر موت حسن الجيلاني أهمية تسليط الضو على قضايا النازحين والاستماعي إلى همومهم كونها فرصة قيمة لتعزيز الوعي والتفاهم في المجتمع وتحقيق التماسك الاجتماعي سيما وأن قضية نازحين من أكثر القضايا الإنسانية الحاحن وما يترتب عليها من ضغط على الخدمات وفي الجلسة استعرض المدير العام لمدرية مدينة المكلة العميد عبدالله سالم بايعشود عدرا عددا من المواضيع والقضايا التي تواجه المدينة جراء موجة النزوح من مناطق الصراع وأكدا تقديم السلطة المحلية بالمديرية كل التسهيلات المتاحة لتنفيذ مخرجات الجلسة وتضمنت الجلسة عرضا تفصيليا لمعالجة النزوح وجلسات استماع الممثلي النازحين والبيئة المضيفة ومسؤول الخدمات بالمديرية اطلع وكيل محافظة حضر موت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدية اليوم على نشاط مركز مداد حضر موت للأبحاث والدراسات الاستراتيجية وبرامجه بمدينة سيئون وتوجهاته المستقبلية الوكيل السعيدي تعرف خلال لقائه رئيس المركز المهندس عبدالخالق الهدار وأعضاء المركز على الأهداف المتمثلة في دراسة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها من القضايا ذات الصلة بالبجتمع من خلال الأبحاث والدراسات والمؤتمرات والورش وأكد الوكيل السعيدي أهمية الدراسات والأعمال البحثية في تناول القضايا والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية وتشخيصها لمساعدة صانعية القرار على اتخاذ القرارات المناسبة وفق أسس علمية صحيحة مبديا استعداد السلطة المحلية تقديم التسهيلات كافة اللازمة الإنجاح نشاط المركز وتنفيذ برامجه وإلى أخبار التقص حيث تشهد مدن الساحل حضر موت أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا ورياح معتدلة السرعة ودرجات الحرارة دافئة نهارا إلى معتدلة الليلا وفي أرياف ساحل حضر موت والهضبة الجنوبية أجواء صحوة مع صحب متفرقة ورياح معتدلة السرعة ودرجات الحرارة معتدلة النهارا إلى شديدة البرودة ليلا وفي وادي وصحراء حضر موت والهضبة الشمالية أجواء صحوة بوجه عام ورياح معتدلة السرعة ودرجات الحرارة دافئة نهارا إلى باردة الليلا والآن مشاهدنا إلى حالة التقس ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة محافظ حضر موت يستقبل قائد قوات الدعم والاسناد بالمملكة العربية السعودية ولمتابعة المزيد من نشراتنا الإخبارية يرجى زيانة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي شكرا لكم على حسن المتابعة ودائما دمتم في حفظ الله ورعايته في أمام في أمام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة